كما حذر الرئيس عبدالفتاح السيسي من أن استمرار الحرب الجارية بالقطاع يفتح المجالة أمام تساعي دائرات الصراع بما يهدد الأمن الإقليمي والدولي مشددا على أهمية قيم المجتمع الدولي بشكل عاجل بالدفع تجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين جاءت تصريحات رئيس السيسي خلال اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا تناول الأوضاع الإقليمية واستعرض الرئيس السيسي خلال الاتصال أبعاد الأزمة الإنسانية الوخيمة في قطاع غزة مشيرا إلى استمرار الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية وذلك في إطار حرص مصر على استقرار المنطقة ومسؤولية مصر تجاه أشقائها الفلسطينيين وأعرب رئيس الوزراء الهولندي عن التقدير للدور المصري الساعي للتهداء وحماية المدنيين وإجلاء الرعاية الأجانب والمصابين من القطاع مؤكدا دعم بلاده للجهود المصرية لإدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة ومشددا على الحرص على استمرار التشاور والتنسيق مع مصر بما يضمن استعادة الاستقرار في المنطقة ترجمة نانسي قنقر